موسيقى نكرت الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم برقية عزاء وموسائل المهندس حسن عبد الله مكاوي وإلى ياسر وزياد ويزيد حسين مكاوي في وفاة حسين عبد الله مكاوي مدير مكتب الصناعة والتجارة في عدن والذي وفاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 67 عاما وأشار رئيس الجمهورية إلى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء حيث رفض الخروج من عدن في كل الظروف الصعبة وكان من الكوادر الإدارية المتميزة وخسرت البلاد برحيله شخصية إدارية واجتماعية مخضرمة متميزة أفنت حياتها في خدمة الوطن والمواطن وعبر في البرقية عن أحر التعازي وصادق الموساه بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان أجرى فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية للإطلاع على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438 وطلع رئيس الجمهورية من وزير الأوقاف والإرشاد على كافة الإجراءات والخدمات التي اتخذتها الوزارة في موسم هذا الحج مشددا على ضرورة إيلاء الوزارة وطاقمها الإداري بالعمل على راحة الحجاج لما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة والتفرغ للعبادة وأكد فخامة الرئيس على أهمية الاستعدادات الجيدة لتأمين الإحاطة الكاملة بالحجاج اليمنيين وخاصة فيما يتصل بالتنقل والإقامة والخدمات الصحية ومعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحجاج من المنافذ البرية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة مشيرا إلى أهمية الاهتمام بهذه الشعار الدينية العظيمة ووجه فخامة الرئيس وزير الأوقاف والإرشاد بمتابعة ترتيبات حجاج اليمن وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتمكينهم من تأدية مناسكهم بالشكل المطلوب والعودة إلى أهلهم سالمين غانمين معبرا عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي لأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص ومن جهته أكد وزير الأوقاف والإرشاد حرص الوزارة على بدل الجهود لإنجاح موسم الحج وتدليل كافة الصعوبات أمام تحقيق أعلى مستويات النجاح بهدف حصول الحجاج اليمنين على أفضل وأرغى الخدمات معبرا عن شكره لفخامة الرئيس على اهتمامه ومتابعته للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لخدمة الحجاج استقبل فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية محافظ صناع عبد الغوي شريف الذي أطلع رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع في المديريات المحررة في المحافظة والتطورات في الجبهات خاصة جبهة نهم وفي اللقاء وجه فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية بعلاج جميع الجرحة وفق التقارير الطبية والكشف المرفوع من قبل قيادة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاهتمام بمراكز تقديم الرعاية للجرحة لكل الجرحة من جبهات نهم صرواح ميدي بيحان والبيضة ووجه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنازحين من أبناء محافظة صنعاء وتقديم الخدمات الطبية لهم ومختلف الرعاية والخدمات الأساسية ووجه رئيس الجمهورية سلطة المحلية بالعمل على تطبيع الحياة في المديريات المحررة وتفعيل عمل أجهزة الدولة فيها وإعادة بناء وترميم الطرق والجسور التي هدمت نتيجة لقصف ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية ومن جانبه محافظ صنعاء أطلع رئيس الجمهورية على سير المعارك في مختلف الجبهات بمحافظة صنعاء لافتا إلى الجهود المبذولة لتطبيع الحياة في المديريات المحررة وعبر المحافظ عن امتنانه وتقديره لتوجيهات فخامة الرئيس التي تهدف في المحاصلة النهائية الاهتمام بالمواطنين واستكمال تحرير محافظة صنعاء من الميليشي الإنقلابية وإلى تحقيق الأمن والاستقرار وبناء اليمن الاتحادي الجديد استغبل فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم محافظ ريمة محمد الحورية الذي أطلع فخامته على مستجدات الأوطاع في المحافظة وأقليم تهامة بصفة عامة ومستوى المعاناة والتراكمات التي خلفتها ممارسات الميليشي الإنقلابية في تمزيق النسيق الاجتماعي على مستوى المناطق والأسر والقراء وفي اللقاء حثى فخامة الرئيس المحافظ على بذل الجهود من خلال العمل الميداني والتواصل مع مختلف القوى الوطنية لما من شأنه وحدة الصف ومواجهة غطرسة الميليشي الإنقلابية التي دمرت البلد وسفكت دماء الأبرياء وهجرت العزل من الأطفال والشيوخ والنساء وأكد الاهتمام بكافة محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا وأن العمل جار على استكمال تحرير بقية المحافظات من الميليشيا الإنقلابية وصولا إلى العاصمة صنعاء وأشار إلى أن المسئولية الوطنية تقع على عتق الجميع خاصة السلطات المحلية في تلك المحافظات للقضايا على ميليشيا التمرد والإنقلاب وسعادة الدولة وإرساء دعائم اليمن لإتحاد الجديد الذي يتطلع إليه كافة اليمنيين كما أشهد فخامة الرئيس بدور أبناء ريمة في مختلف الجبهات وخاصة جبهة ميدي ومختلف الجبهات في غليم تهمة ومن جانبه عبر محافظ ريمة عن سروره باللغاء بفخامة رئيس الجمهورية وشكره وتقديره لمتابعة التطورات في غليم تهمة ومجريات المعارك في جبهة ميدي وحرض ومختلف الجبهات وأكد أن أبناء محافظة ريمة خاصة وأبناء غليم تهمة عامة يقفون خلف قيادة المشرعية وتأكيدا على دعم خطواته الصادقة نحو السلام المرتكز على مرجعياته المحددة وأبناء اليمن الاتحادي الذي سيشكل التوزيع العادل للسلطة والثروة في اليمن وجه رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن داغر وزارة المالية بصرف المستحقات المتأخرة ل700 معلم في حضر موت كان قد رفع بشأنهم وكيل محافظة لشؤول الوادي والصحراء مذكرة معززة بفتوى الخدمة المدنية بشأن صرف المرتبات المتأخرة والبدلات أسوة بزملائهم في بقية المحافظات وقضت توجيهاته بصرف بدل الريف بشكل مستمر والتعزيز المالي بالمتأخرات من المرتبات وبدل الريف وطبيعة العمل لمرة واحدة وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم منوها بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسي القادم الذي سيبدأ منتصف سبتمبر المقبل كما أشهد بالاستعدادات الفنية لطباعة الكتاب المدرسي في كل من مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلة ليكون متاحا لكل الطلاب في أول يوم مدرسي دون تأخير وجه رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بمساعدة علاجية للإعلامية القديرة أنيسة محمد سعيد التي تطلق العلاج في الهند جاء ذلك خلال تصال هاتفين أجراه الدكتور بن دغر مع أنيسة محمد سعيد للإطمئنان على صحتها وتمنى رئيس الوزراء لها الشفاء العاجل موجها بتوفير المساعدة العلاجية والرعاية الصحية لها تقديرا لجهودها وخدمة لوطنها ومجتمعها ولأعمالها الإعلامية التي وصلت إلى عموم محافظات الجمهورية وعبرت أنيسة محمد سعيد عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء على اهتمامه ومشاعره الطيبة تجاهها وتجاه كل أبناء الوطن أكد المفتش العام للقوات المسلحة لوارك عدل القميري بأن اللجان المختصة بصرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والخاصة بأسر الشهداء والمعاقين مستمرة في الصرف وبإشراف ومتابعة من قبل نائب رئيس الجمهورية ونوها إلى أن اللجان صرفت حتى اليوم لأكثر من سبعة آلاف شهيد في ثلاث مناطق عسكرية فقط ويجري الترتيب لتجين الصرف في المنطقة العسكرية الرابعة وصرف المكرمة الخاصة بالمعاقين أيضا وأشار إلى أنه عند توفر الوثائق المطلوبة وهي المستوى الأدنى من الوثائق التي تثبت صحة البيانات وعدم التزوير فإن اللجنة تبادل بالصرف وحريصة كل الحرص على الوفاء بهذا الالتزام نحو أسر الشهداء كأقل واجب نحو من بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته وأضاف اللواء القميري شكلنا اللجان من أحسن الضباط سمعة وخبرة وعندهم الصلاحيات الكاملة بحل جميع الإشكاليات الطارئة وحسن المعاملة مع ذوي الشهداء قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حوق الإنسان تطلق تقريرها الثالث قالت في الدعاءات انتهاكات حوق الإنسان أنها رصدت سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة عشر حالة الدعاء خلال الفترة من سبتمبر 2016 وحتى يونيو 2017 جاء ذلك في تقريرها الثالث الذي أطلقته اليوم عبر المؤتمر الصحفي في العاصمة المؤقتة واستعرض رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى التحديات التي واجهت عمل اللجنة مؤكدا أن اللجنة حرصت في التغرير على شرح أهم الخطوات التي نفذتها في عملية الرصد والتحقيق المستندة بالمرعية القانونية وتقديم توضيح كامل لنتائج التحقيقات والجهات المتسببة في تلك الانتهاكات وأشار إلى أن التحديات الأمنية والسياسية واستمرار الحرب أعطت اللجنة دافعا للعمل من أجل التحقيق في أكبر قدر ممكن في تلك الإدعاءات والانتهاكات الحقوقية لقي ثلاثة من المتمردين الحثين مصرعهم وأصيب أربعة برصاص قوات الجيش الوطني في معارك دارت في قرى منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب تعز وأكدت مصادر أسكرية أن المعارك تواصلت بين الطرفين في مديرية موزع حيث قصفت قوات الجيش الوطني مواقع المتمردين بشكل مكثف من جانب آخر شهدت جبهة الصفراء ببيحان بمحافظة شبوة معارك أوقع قتلى وجرح في صفوف الحوثيين وقوات صالح إثر هكومي للميليشيا الإنقلابية استحدث الإنقلابيون معسكرات لتدريب المقاتلين في ذمار وحجة ومناطق ريف صنعاء وحولوا كل الموارد الضريبية والجمركية واستثمارات هيئات التأمينات المدنية والعسكرية لصالح المجهود الحربي ووفقا لمصادر محلية فإن الإنقلابيين بعد أن أوقفوا صرف رواتب لموظفين الحكوميين منذ ما يزيد على عشر أشهر قاموا باستحداث منافذ جمركية في محافظة صنعاء ودمار والبيضة لفرض أتوات كبيرة على تجار والواردات وفتح معسكرات تدريب المقاتلين غرب محافظة دمار وأطراف محافظة حجة مع المناطق الساحلية إلى جانب مواقع جبلية أخرى في محافظة صنعاء يدير بعضها ضباطا في قوات الحرس الجمهوري السابق الموالية للمخلوع صالح انتهت النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة